بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد لتعلم تشكيل وتلوين خط الرقعة على الفوتوشوب من زمان وانا استعمل خطوط كثيرة جدا على الفوتوشوب ولكن خط الرقعة له شيء وله مكانة في قلبي أكبر مشكلة تقريبا كانت تواجهني في موضوع خط الرقعة هي تشكيل هذا الخط طبعا الصورة اللي انتم شايفينها هذه هي الصورة النهائية اللي احنا هنعملها مرة ثانية الخط الأصلي اللي هو خط الرقعة لما ننسخ هذه الآية ونضع هذه الآية في الفوتوشوب ونرى كيف سيكون شكل الآية بدون أي تعديلات شوفوا كده لما نكبره طبعا الناس اللي بفهموا فوتوشوب يعرفوا هذا الكلام شوفوا كده أخواننا الكرام التشكيل تعبان جدا جدا شوفوا كده أهو كبرته شوفوا الفرق بين اللي تحت وبين اللي فوق هذا هو اللي هو الافتراضي طبعا نخلي باللون الأبيض شوفوا كده تلاقي الشدة دخلة في حرف الباء وتلاقي الشدة دخلة هنا في الفتحة وهكذا فإزاي نعمل التشكيل بنفس الشكل الموجود في هذا الخط اللي تحت إزاي نعمله أول شيء أنا هنسخ هذا وخليه تحت خالص يكون نموذج وبعدين أطلع على اللي فوق واشيل التشكيل خلاص إن بطشة ربك لشديد هذا هو الخط بدون تشكيل اللي احنا نشتغل عليه واللي انت ان شاء الله لما تيجي تستعمل خط الرقعة اسمه عارف رقعة هذا هو الخط خط اسمه عارف رقعة مشهور جدا على الانترنت إزاي أشكل النص ولونه بكل بساطة وسهولة طبعا الشرح ده مطول لأنه احنا بنشكل لكن انت بعد كده خلاص لو تعلمت انتهت المسألة اختصار شديد انت بترسم الحركات وبعد كده بتحطها في مكانها الصحيح يعني ازاي هنضغط تاني هنا على أداة الكتابة ونيجي في مكان فاضي ونعمل الفتحة على سبيل المثال الفتحة شوفوا كده اهي طبعا انا عايز اديها لون مختلف عن لون الكتابة فنخليها باللون الأصفر نيجي من Fx هنا Color وبعدين نخليها باللون الأصفر زي ما انتم شايفين كده وبعدين اجيبها بقى انا مثلا عندي فتحة تحت الهمزة وبعدين انسخة Alt و Shift او Alt وبعدين اطلع بيها فوق هنا خلاص عندنا عايزين شدة نضغط هنا وبعدين نعمل شدة Shift وحرف الثال زي ما انتم معارفين وننزلها هنا وبرضو نخلي الشدة باللون الأصفر خلونا كده نخليها كده وبعدين نديها لون اللون الأصفر على سبيل المثال من هنا Fx وبعدين نخليها باللون الأصفر زي كده شفتوا كده كده انا استطعت ان انا افصل بين الحركات وبين الكلام العادي بعد ما كان طبعا زي ما انتم شفتوه قبل كده كان ماسك في بعضه نرجع ثاني نشد الفتحة هذه تستخدم كفتحة وتنزلها تحت تخليها كسرة فنعمل Alt نضغط على Alt وبعدين نسحب هذه ونخليها فوق حرف البق وبعدين نخليها فوق حرف الشين وبعدين نخليها فوق حرف الرأ وبعدين نخليها تحت البق بالكسر إن بطشة ربك وبعدين نخليها فوق الكاف وبعدين فوق حرف اللام فتحة وبعدين هنا وبعدين تحت الدال كسرة طيب فاضل التنوين ده التنوين ده بيتكتب برضو Shift و R اهو ونجيبه هنا وبعدين نخليه برضو باللون الاصفر زي ما انتم شايفين كده فاضل عايزين شدة على حرف البق هنا ناخدها اعلم تختارها من هنا وتضغط على Alt اللي هو بيكرر اللير وتحطه هنا يعني انت لما تضغط على حرف ال Alt وتسحب أي لير بيكرره خلاص فاضل اي يا شباب فاضل السكون طبعا السكون في الخط الرقعة مختلف عن السكون في الخطوط العادية السكون بيتكتب ب Shift و X Shift و X زي ما انتم شايفين ونحط السكون هنا على حرف الطاق ونخليه باللون الاصفر مرة اخرى طبعا انت وابداعاتك بقى يعني انت وابداعاتك عاوز تخلي لون مثلا بعض الحروف مثلا ده تخليه لون احمر على سبيل المثال خلونا نجرب كده نخلي ده لونه احمر وده لونه اخدر الشدة نخليها لونها اخدر انت طبعا وابداعاتك وانت والفن اللي عندك بقى مثلا اللون اخدر زي كده خلي الشدة كلها لونها اخدر على سبيل المثال اهو انا طبعا بختار ال Color Overlay عشان خاطر اسرع الاختيار لان الحرف صغير جدا ان انا اقدر استعمله بس كده يا شباب الموضوع بسيط جدا وسهل وابسط مما يكون وسبب ان انا بعمل الكلام ده زي ما تعودنا انا بعملش الدروس دي للشرحات فقط ولكن بتكون تجارب انا عملتها يعني مثلا انا شغال دلوقتي بعمل رندر لخطبة للشيخ سمير مصطفى فك الله اسره اه وهذه الخطبة بنفس عنوان هذا او هذه الاية ان بطش ربك لشديد فانا كنت بحاول اعمل غلاف لهذه الخطبة فقلت ارسمه بهذا الشكل اتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وطبعا فيه فرق شديد يعني كبير بين ان انت تكتب هذه الكلمة بخط الرقعة وبين انك تكتبها باي خط تاني تعالوا نشوف اي خط تاني مثلا هنا نضع اه مثلا اي خط اخر مثلا هذا الخط شوفوا بس المقارنة اه الخط الرقعة تحس انه خط كده رايق يعني هو مناسب جدا جدا لهذه الاشياء فانا تقريبا يعني يعني حاولت ان انا اوصل هذه الفكرة لبعض الناس لانهم بيحتاجوا يعملوا بعض العنوين مش لازم بقى كل ما تيجي تكتب حاجة تتلون الحاجات وتخليها بالشكل ده لا هي للعنوين للاشياء هذه فطبعا فرق شاسع بين خط الرقعة وبين الخط اللي فوق او بين اي خط اخر لانه خط رهيب جدا جدا شوفوا مثلا الخطوط التانية خط الرقعة يكسب في النهاية وطبعا هذه اذواق اتمنى تكونوا استفدتم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته